طبعاً من ضمن أهم قطاعات السياحة السياحة البيئية أنه أنت تروح مكان في الطبيعة جميل ومن أحلى الأماكن طبعاً جزيرة فرسان أستاذ ماجد طبعاً يا حلو غلا مرحباً ألف يالله حليلاً أشكره على الطفشة الطفشة صح الطفشة 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 من الطفشة ولا الطفشة تحمي من الطفش تزيل الطفش تزيل الطفش تلبسها تزيل منطق طفشان أبداً سنوريكم تجربة جميلة لأول مرة تتسوى في فرسان إن شاء الله صاحب أستاذ ماجد سنروح لفين ده حين إيش سنسوي الآن بنروح لمنطقة في أشجار مانغروف تكوينها طبيعي جميل متقاربة جداً حمستو جداً جداً رائع طفشتي زي طفشتك ولا ما إلا حاسسها ما إلا لا شوف ستايل حلو اللي عندك جديدة حركة أنت بحليها ترى يا مادل يالله إيش سنسوي اليوم سنسوي كاياك نعرفكم طبعاً على فواز وعلى حسن وعلى بتميم ماجد سنسوي كاياك واضح واضح الخبرة محلك سر لا دقيقة لا لا خلاص خلاص أمورنا طيب موسيقى 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 تعالوا 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 شوفوا هنا المانغروف من قريب تعالوا هذا الشجر جذوره بتطلع الموية المالحة وتحولها لموية عذبة تغذي الشجر سبحان الله فهي يعني مصنع تحلية طبعاً السياحة أنواع من ضمنها السياحة البيئية طبعاً هذا معروف شلالات نهاجرة تتخيلوا كم زائر سنوية 30 مليون زائر لهذا الموقع فقط السياحة الترفيهية ديزني وولد 20 مليون زائر السياحة التاريخية الأهرامات تقريباً 15 مليون زائر سنوياً السياحة الثقافية متحف اللوفر السياحة الفنية دار الأوبرا في سيدني كلها أماكن بيزوروها عشرات الملايين من الزوار والسياح سنوياً 2019 لوحدها تخيلوا فقط 2019 مليار ونص سائح سنوياً يعني السياحة هذه لو كانت دولة حيساوي عدد سكانها عدد سكان الهند زائد مصر مجتمعين فهو قطاع ضخم من ضمن الأمور يعني اللي نريد نروج لها ونحفز عليها تنوع النشاطات البحرية فالكاياك هذا إحنا جايبينه ترى يعني ماهم وفر في المنطقة أول مرة ناس تركب كاياك في هذا المكان الرسالة أنه من ضمن النشاطات السياحية اللي ممكن تتسوى فكرة الكاياك طبعاً في شرط شرط أساسي جداً يا أبو تميم اللي هو أدري لما تيجي هنا تفصل مو تجلس هنا وانت قاعد على السوشال ميديا وتفصل افصل لتتصل أنا ما اسمع شي بس وش الحكم هي بس شكله بقول كلام مهم أنا حتى أنا ما أفصل افصل لتتصل ها؟ بس فاهمت بس فاهمت خلاص كيف أنت قلت لي ها؟ المشاهدين ايش حيقوله لي؟ ايش حيقوله؟ لا لا بس حكيم يبي يوسف والله خليك والله حكيم أنا لو كنت مغمض عيني كده ورموني في حتة حطوني هنا وقالولي انت فين؟ يعني كنت هقول هولندا لو غمضوا عينك وحطوك هنا بدون ما تعرف انت فين؟ أيو؟ فين تتوقع؟ فينلندا فينلندا؟ ايه حسن؟ والله هي ممكن نيوزيلندا نيوزيلندا؟ أبو تميم؟ هولندا؟ رشاش؟ هاひا ها... ما يعلم انا لي تفشان لاني لابس الطفشة؟ مونني تفشان لانني في وسط المانجروف؟ كلنا خال obligations من فرسان